اهلا بكم مشاهدين الكرام اعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 277 عنصرا من قوات الي بي جي والبي كي كي منذ انطلاق عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات وجاء في بيان الدفاع التركية ان قواتها حيادت 49 ارهابيا على حد وصفها خلال عمليات نفذت ليلى الخميس في اطار عملية نبع السلام وفي ذات السياق اعلنت الدفاع التركية في بيان منفصل مقتل جندي واصابة ثلاثة اخرين ضمن العمليات العسكرية شرقية الفرات قتل العديد من المدنيين بينهم رضيع سوري واصيب العشرات جراء قصف بقذائف هاو من مواقع وحدات حماية الشعب التابع لقسد على مناطق حدودية بولاياتي شانلي اورفا وماردين جنوب شرقي تركيا وفقا لوكالة الاناضول واعلن والي شانلي اورفا التركية مقتل الرضيع السوري محمد عمر ويبلغ من العمر تسعة اشهر والاخر تركي يدعى جيهان غونش في الهجوم الذي شنه قوات اليابيغي بقصفه قذائف الهاوين على قضائي اقجا قلعة وجيلان بنار التركية وكما اعلنت ولاية ماردين مقتلاء ام وطفلتها جراء قصف بقذائف الهاوين مصدره قوات اليابيغي في سوريا استهدف مدينة نصين ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان القوات الامريكية تسلمت من قسد العشرات من ابرز معتقلي تنظيم الدولة بمن فيهم بريطانيان اثنان لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان العسكريين الامريكيين تسلموا نحو اربعين معتقلا يعتقد انهم من القيادات البارزة في التنظيم قتل سبعة عشر عنصرا من قوات موالية للنظام بهجوم لتنظيم الدولة على رتل عسكري في البادية السورية عند منطقة الظلمة شمال شرقي السخنة بريف حمصة وافدت صحيفة الجسر ان الهجوم استهدف قافلة تضم عناصر من ميليشيات موالية الامر الذي ادى الى مقتل عشرة عناصر من قوات القاطرج وسبعة عناصر من قوات لواء القدس واصابة خمسة اخرين وافقت هيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام على تأسيس مشروع لمستثمرين لبنانيين لنقل البضائع والسوائل والاتربة والمخلفات والانقاض ونقل موقع الاقتصادي الموالي قرارا صادرا عن الهيئة توافق فيه على تأسيس المشروع حيث تصل قيمة وسائط النقل التي سيتم استثمارها في المشروع الى ثمانمائة وخمسة عشر مليون ليرا سوريا والتي تعود ملكيتها لشركة تماسك المحدودة لمؤسسيها محمد فداء ومحمد الخليل وبهي جعنان ونزار عبدو وفق الموقع وقع انفجار في ناقلة نفط ايرانية في البحر الاحمر صباح اليوم الجمعة ادى الى اندلاع حريق وحدوث تسرب نفطية ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن مصادر لم تذكر اسمها القول ان الناقلة مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية وان الانفجار الحق اضرارا بالغة من ناقلة وادى الى تسرب نفط في البحر الاحمر وذكر التلفزيون الايراني الرسمي ان صاروخين اصابا ناقلة النفط المملوكة لايران ما اشعل بها النيران نهاية الموجز مشاهدين الكرام حياكم الله و الى اللقاء